اشتركوا في القناة هو نص العدوان والطماع والدجاج الشاعب محمد عثمان جلد ولد ببنسوي تعلم في مدرسة الألف بالقاهرة اشتغل بالترجمة والكتابة اشتغر بأشعاره التي كتبها بأطفال درس اليوم هو عبارة عن حكاية خيالية حكاية خيالية من وحي الشعر لينتهي بعدها إلى الحكمة التي مهد لها الشاعر خلال هذه الأبيات وهي أن القناعة كنز لا يفنى وأن الطمع يضيع على الإنسان الخير الكثير مما جمعه أو ما يتوقع أيضا أن يجمعه نشوف مع بعض ونستمع لدرس النهاردة هو عبارة عن درس لطيف يتميز بخطة الظل كما يعني الشعر أيضا تميز بكتاباته التي تميز بخطة الظل كان من وفاق عصري نستمع بخطة الظل ترجمة نانسي قنقر 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 بعد ما استمعنا للمصر يتناول هذا المصر الطمع ونتائجه السيئة من خلال قصة ضخيل يمتلك دجاجة ماذا تفعل هذه الدجاجة؟ تبيض كل يوم ضيضة من زهر فيشد الطمع حسب أن فيها كنزا فأمسك بالدجاجة وشقها إلى نصفين طمعا لهذا الكنز ما الذي حدث بعد ذلك لم يجد فيها أي كنز بل وجدها كباق الدجاج عظمة في حجره مرمية فندم وعرف أن الطمع يضيع للإنسان ما قد جمع كان البخيل عنده دجاجة تكفيه طول الظهر شر الحاجة في كل يوم مر تعطيه العجل وهي طبيض بيضة من ذهب البخيل من هو البخيل؟ البخيل الذي يمنع ما عنده عن الآخرين تكفيه أي تغنيه أو تغنيه تكفيه أي تغنيه تكفيه معنى أي تغنيه الدهر الزمن الدهر الزمن شر الحاجة شدة الاحتياج للناس شر الحاجة تكفيه شر الحاجة يعني إيه؟ تغنيه عن شدة الاحتياج للناس العجب ما يعجب لعظمتهم ما يعجب لعظمتهم تمام البيت الأول دجاجة تكفيه شر الحاجة هنا بيقول إيه؟ أو ناخد مظهر الجمال اللي هنا سور الدجاجة شخصا يمد يد العين لصاحبه ويجعله غني سهل جدا هي الدجاجة دي هتعطي الفقير مال يعني لا يبقى سور الدجاجة شخصا يمد يد العون لصاحبه ويجعله غني في البيت الثاني تعطيه العجب سور العجب شيئا يعطى وقد أشارت كلمة العجب إلى قيمة ما كانت تنعه الدجاجة لهذا الطمع البخير تاني تعطيه العجب هو العجب ده احنا يمسكه في ايدينا منذي البعض لا طبعا يبقى سور العجب شيئا يعطى جميل كلمة العجب نفسها أشارت إلى قيمة ما كانت تنعها زيد دجاجة اللي هي البيضة من زهب لهذا الطمع البخير قبل ما ناخد السؤال هرجع تاني للأبيات بقول كان البخير عنده دجاجة في البيت الأول هنا بيقول أن بخيلا في يوم الأيام كان يمتلك أو عنده دجاجة تكفير طول الزمان عن الاحتياج للناس وتغنيه عن السؤال جميل كانت البجاجة كل يوم طبيض لهذا الرجل بيضة من زهب تمام كده؟ طيب لو قلت كلمة البخيل جمعها البخالاء دجاجة جمعها دجاج الظهر جمعها الظهور أو الأظهر شر شرور الحاجة الحاجات يوم أيام كلمة العجب احنا كنا قلنا معناها ما يعجب العظمات العجب معناها الأعجاب بيضة 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 جميل مضب كلمة البخيل الكريم مضب كلمة البخيل الكريم تكفيه مضبها تعوزه وتحوجه تعوزه وتحوجه تاني كلمة تكفيه مضبها تعوزه وتحوجه الحاجة مضادها الغنى والكفاية كلمة مرة كل يوم مرة مضاد مرة بقى مضاد تعطيف ها تأخذ منه ظن مضادها ايه تأكد ظن تأكد كامل مع بعض حكاية الطمع والدجاجة حكاية خيالية حقيقية خيالية ترعونية اختر طبعا حكاية ايه خيالية بما صور الشاعر الدجاجة في البيت الاول نفس مظهر الجمال بالظبط صورت دجاجة شخصا يمد يد العون والمساعدة لصاحبه ويجعله غنيا ما بيجيلي في مظهر الجمال هو تعبير جميل سورت دجاجة شخصا يمد يد العون والمساعدة لصاحبه ويجعله غنيا لماذا كانت الدجاجة كنزا للطمعها لانها كانت طبيض كل يوم بيضة من زهب جعلته من اغنى الناس وكفته شر الاحتياج الى الناس فظن يوما ان فيها كنزا وانه يزداد منه عزا فقبض الدجاجة المسكين وكان في يمينه سكين وشقها نصفين من غفلته اذ هي كالدجاج لحضرته ظن الرجل البخيل ان الدجاجة تخبئ في بطنها كنزا من البيض الزهبي واذا عصر عليه فانه سيزداد غنى وسيكون غنيا طول الضهر سيكون غنيا بشكل مباشر وفجأة وبشكل مستمر جميل عمل ايه بقى فقبض الدجاجة المسكين اي امسك البخيل الدجاجة بيده اليسرى وكان في يده اليمنى السكين وشقها نصفين من غفلة وقسمها الى نصفين والمراد زبحها يبحثا عن الزهب وزال من غفلته يعني ايه من غفلته من كلة ادراكه وفهمه فوجدها ايه زي كالدجاج في حضراته فوجدها كباق الدجاج وليس بداخلها اي كنز ده شرح الابيات اللي قدامنا تعالوا بقى مع بعضهم كلا معنى كلمة ظنة حسبة واعتقدة حسبة واعتقدة المضاد تأكدها كلمة كنزا ما معنى الكنز ومال مدفون تحت الارض مال مدفون تحت الارض جمع كنز قنوز عزا قوة والمراد غنى قوة والمراد غنى مضاد عزا ذلا مضاد عزا ذلا قبض قبض اي امسكة قبض يعني ايه امسكة مضاد امسكة بسطة وترك مضاد امسكة بسطة يعني امسكة لو احنا لوقتي بنشرح قدامنا قبض اي امسكة مضادها بسطة وترك المراد المسكين المراد بمين البخيل والجامع طبعا المساكين بالمناسبة كلمة المساكين اخرها اليقونون كثير منكم بيعتقد انها جامع مضافة السالم لكنها جامع تكسير لان المفرد بتاعها لا يظل سالما يعني اقول ايه المساك يبقى ده كبقى ايه جامع تكسير مش جامع مضافة كمان مفعش اقول المساكون كلمة يمينه يده اليمنى والمضاد طبعا شماله جميل شقها فلقها وقسمها فلقها وقسمها والمراد زباحها غفلته كله ادراكي نتيجة ما يفعله والمضاد انتباهي بالمضاد غفلته انتباهي حضرته معناها بناء بيته بل دجاجا فيه ايه ايه هي كالدجاج وفيه حضرته كالدجاج فيه فناء بيته اه منذ زمن كان اه الناس يربونه القيور او الحيوانات في بيوتين في مكان واسع حول البيت او داخل البيت فكانوا يسمى فناء البيت كانوا يسمى ايه فناء البيت تعالوا مع بعض كده نقلع ناخد مظاهر الجمال البيت ثالث ان فيها كنزا انه يزداد منه عزا ملاحظين حاجة هنا مكررة ايوه سلوبان مؤكدان بان سلوبان مؤكدان بايه بان تاني ان فيها كنزا انه يزداد منه عزا سلوبان مؤكدان بان جميل طب يزداد منه عزا فيها ايه بقى تعبير يدل على مدية هذا الرجل فالعزة عنده من القنوز والأموال والإيمان وصلاع الأعمال الثاني تعبير يدل على مادية هذا الرجل وشدة طمعه وحبه للمال يعني مادية هذا الرجل؟ أي شدة حبه للمال وشدة طمع هذا الرجل فالعزة عنده متمثل أي يكون في القنوز والأموال لا الإيمان وصلاح الأعمال جميل فقبض الدجاج المسكين تعبير يدل على عزمه وإصراره على زبح الدجاجة وخلاص نسكها بإيده ومطر أنه يدبحها أو يسكها بسبقين هذا تعبير يدل على عزمه وإصراره على زبح الدجاجة وعلاقاته بما قبل نتيجة لما قبل نتيجة لما قبل نتيجة لما قبل كيف هو إنه هو اعتقد أنه فيها ك��터 وسيؤ oportunidad منه عزا اذا قام بزبحها مرة واحدة وحصل على الكنز مرة واحدة. فبالتالي قبض الدجاجة وامسك بها ليزبحها فبالتالي عراقاتها بما قبناها هي نتيجة لتفكيره السابق. وصف الطماع بالمسكين يدل على ضعفه وقلة حيلته. تاني وصف الطماع بالمسكين يدل على ضعفه وقلة حيلته. نكمل مع بعض. لماذا كانت الدجاجة تكفي الطماع شر الحاجة وما الذي فعله بها? كانت تكفيه شر الحاجة لانها كانت طبيبه كل يوم له بلدتا من ذهب. ما الذي فعله بها? امسكها اه 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 الدجاجة بيده اليوم اليسرى والسكين بيده اليمنى وشقها نصفين من ثوق فهمه وقلة ادراكه. ماذا فعل الطماع عندما امسكت دجاجة? ولماذا? زبح الطماع الدجاجة بسبب طماعه وجهليه بنتيجة ما يفعله. ولم يجد ولم يجد كنزا ولا لقية. بل عظمتا في حجره مرمية. فقال لا شك بان الطمع ضيعة للانسان ما قد جمعه. جميل. في اخر اه بيتين من النص هنا. يقول الشاعر لم يجد لم يجد البخين شيئا في البجاجة. بل وجد بين يديه البجاجة ميتة لا ينتفع بها. كلمة لقية هي كلمة عمية. كلمة لقية كلمة عمية. معناها المال الكثير الذي يجد الانسان دون ان يعلن مصدر. كلمة عمية احنا بنقولها مش كلغة ليست ليست لغة عربية بطحة. بل كلمة عمية تقول. بل عظمتا في حجه مرمية. فقال لا شك بان الطمع قد ضيع للانسان ما قد جمعه. هنا في نهاية النص ادرك الطماع وقال لنفسه لائما نفسه لا شك ان الطمع وعدم الصبر وعدم القناعة ايضا قد ضيعه على الانسان كثير من الخير الكثير. ما قد جمعه وايضا ما يتوقع له ان يجمعه. كلمة الطمع معناها الرغبة في الشيء وعدم القناعة. كامل مع بعض. كلمة عظم. كمعها عظم وعظام. كلمة عظم جمعها عظم وعظام وعظمات من قلبة. وعظمات من قلبة. جمع كلمة شك شكوك. حجر حجور. حجر حجور او حجور. الطمع. الاطمع. الانسان الاناسيو. الانسان الاناسيو. تمام? مضاد كلمة يجد يفقد. يجد يفقد. شكها مضادها ايه? يقين وتأكد. جميل. مضاد الطمع طبعا القناعة. ضيعة حفظة وصامة. جمع. مضاد جمعة فرقة. طب جمعة فرقة. جميل. هو نص سهل وجميل جدا. ما نتيجة زبح الطمع للدجاجة? لم يجد كمزا ولا لقية. بل دجاجة مزبوحة ميتة كباق الدجاج. فندمة اشد الندم على طمعي. ماذا قال الطمع بعد ان وجد الدجاجة ميتة لا ينتفع بها. قال ان الطمع يضيع للانسان ما قد جمعه. اه يضيع الانسان الخير الكثير او يضيع على الانسان الخير الوفير. تمام? ما فائدة الدجاجة للطمع كما يراها الشاعر? وهل قطرها الطمع ذلك? في كل يوم كان يمر كانت تعطيه الدجاجة بلضة من زهب تغنيه عن شدة الاحتياج للناس. ما نتيجة الطمع كما فهمت من النس هل قدر الطمع ذلك? لم يقدر الطمع ذلك بل آآ زبحها من كلة ادرافي وآآ من غفلته. آآ زبحها لكي يعصر على الكنز مرة واحدة لكنه وجدها كباق الدجاج عزمة في حجره مرمية. ما ضيع الانسان ما قد جمع. جميل لكامل بقى مظاهر الجمال شقها نصفين من غفلته. ما قلنا ان غفلته معناها كلة ادراك? جميل. يبقى تعبير يدل على كلة ادراكه لنتيجة ما يفعله. البيت السادس لم يجد كنزا ولا لقيا. تنوع النفي بلا ولم لتأكيد الفكرة. شايفين? عندي لم هنا وعندي لا. تنوع النفي هنا لتأكيد الفكرة. انه لم يجد اي شيء. لم يجد كنزا ولا اي شيء. الطمع ضيع على الانسان ما قد جمع. صورة الطمع آآ هنا انا بحب مظاهر الجمال ده انت تستخدمزه. دلوقتي هو الطمع ده آآ شخص يضيع على حد حاجة? لا. يبقى صور الطمع شخصا يضيع على الانسان قايرا كثيرا. منا جمعه وما يتوقع ان يجمع. جميل نكمل. طيب آآ مع بعض هنا نكمل حاجة نقولها ان هنا آآ شاعر في بداية النص هو حكى حكاية خيالية ليا آآ لينتهي بعد ذلك الى حكمة ما هاد لها خلال هذه الابيات. ما هي الحكمة? او ما سؤال المتكرر دائما. ما الحكمة التي آآ ما هاد لها لها الشاعر آآ في هذه الابيات. الحكمة هي ان القناعة كنز لا يعني. تمام? وان الصمع يضيع على الانسان الخير الكثير. مما يجمعه وما يتوقع ايضا ان يجمع. من هنا ننتهي من درس آآ اليوم الطمع والدجاجة وهو درس آآ لطيف. تمنى انتم استفدتم. شكرا على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.